واحد سبع دكرة وفاة المصرية المسلمة الدكتورة مروة الشربيني مروة الشربيني زي النهاردة في 2009 كانت أمام القاضي في محكمة في مدينة دريسدن في ولاية ساكسني الألمانية وكان معاها زوجها وابنها وكان هناك شخص حكم عليه بغرامة مالية بسيطة لأنه سبها وقرر أن يستأنف حكم الغرامة المالية سأل القاضي مروة الشربيني قال لها طب أنت ليكي طلبات قالت له لا طيب أنت عايزة شيء نقدمهولك قالت له لا أنا اللي حصل أني كنت في حديقة بجوار بيتي وجي الشخص ده كان ابني على المرجحة قال لي يتنزلي ابنك من على المرجحة يا إما هقردي قطيلا واللي زيك لازم ما يعيش في ألمانيا لازم يطلع برا ألمانيا وأنا لو فضل الطفل على المرجحة هفضل مرجحه لحد ما يموت فمروة بتسامح شديد جدا خدت ابنها الناس اللي كانوا في الحديقة هم اللي صمموا يطلوبوا الشرطة لأن الألفاظ كانت كبيرة وقاسية وهي حيائها كمسلمة وعربية وإنسانة راقية امتنعت عن الرد تمام تم تحرير محضر لهذا الشاب العنصري واتحكم عليه في أول درجة بغرامة 700 يورو في الاستئناف لازم تحضر مروة حضرت مروة ومعها زوجها ومعها ابنها القضي بقول لها طب يعني حتى إحنا في ألمانيا عندنا الحق أنك وانت رايحة للمحكمة وراجع من المحكمة لأنك شاهد تعتبر ومجني عليك كمان نديكي بس المواصلات بتاعت قالت له أنا ساكنة جنب المحكمة والحقيقة ما دفعتش مواصلات وأنا يعني ما عنديش أي عداء ضد حد وبقى تسامح وأنا فجأت باللي حصل معايا وأنا عايشة في ألمانيا دكتورة صيدرانية وزوجي ناجح جدا وعايشين بمنتهى السعادة وما فيش بيننا وبين أي حد أي عداء فالدقيل قاضي احترم مروة وكان دايما يثني عليها بالكلام مثال راقي للإنسانية فجأة حيوان قام من مكانه يقوم القاتل مطلع سكينة حادة جدا من قلب شنطة دخل بيها جوه المحكمة في ألمانيا أحد دول العالم الأول وقدام القاضي وعضو اليمين وعضو اليسار والنيابة والناس اللي قاعدة ويطعن مروة بالسكينة قدام ابنها وجوزها 13 طعنة 13 طعنة ليه؟ لأنها كانت تدعو للتسابعة لأنها ضحية من ضحايا العنصرية لأن البلاد دي كمان فيها مشاكل أزة البشرية كلها وأصبحت مروة الشربيني الآن بعد عشر سنوات هي رمز مصري عالمي لمعنى التسامح ولمعنى الإنسانية الرئيس الألماني صباح اليوم الرئيس الألماني صباح اليوم قال علينا جميعا أن نتذكر مروة الشربيني التي راحت أمام أعيوننا جميعا ضحية للعنصرية عمد الدريس دين قال علينا أن نعترف لدينا من القراهية والعنصرية الكثير وذكر مروة الشربيني تذكرنا بذلك جوائز تعطى باسم مروة الشربيني لكل أهل اسكندرية اللي بيسمعوني دلوقتي ولكل أهل مصر أرجوكم تحكوا لولادكم حكاية مروة الشربيني الدكتورة الصيدلانية المصرية الرقية أنا كنت قاعد مع المسؤولين في ألمانيا كنت بترفع عن حقها هناك في ألمانيا وكلمت والدها رحمة الله عليه قلتوا الناس بيتكلموا عن تعويض مادة وتقال لي أبدا أبدا أسرى رقية يعني إحنا عايزين حق والحق المعنوي وحكم على القاتل بالسجن مدى الحياة ولو حضرتك روحت محكمة درسدن وكانت دا كان طلب الأسرة هتلاقي دلوقتي فيه يفتة كبيرة أوي مكتوب عليها قصة التشهاد وقصة هذه الجريمة وقصة مروة الشربيني وتفاصيل مقتلها داخل المحكمة اللي قتلت فيها رحم الله مروة الشربيني دعونا نتخلص جميعا ونتخلص لسنا دول العالم التالت وحدنا بس دول العالم الأول كمان من كلمة اسمها العنصرية كلمة قصية كتير مننا اللي عاش في أوروبا عانى منها مروة الشربيني أصبحت اليوم رمز للتسامح ورمز لكره العنصرية ربنا يرحمه